احنا في المرة اللي فاتت خدنا الاجزامبل والمرة اللي قبلها احنا خدنا يعني موضوع كده اللي هو هما اربع انواع بتوع الورك بتوعي. فالمضروض بقى ان احنا ناخد حاجة جديدة اسمها الانرجي. الورك احنا قلنا ان هو الورك اللي احنا محتاجين او اللي هو احنا محتاجين نطبق قد ايه من الورك على جسم معين عشان ننقله بقوة معينة سابتة او متغيرة لمسافة معينة. فلايه بقى الانرجي? احنا لما خدنا الورك اللي هو كان عبارة عن يو واحد لاتنين بيساوي نصف اتنين تربيع ناقص في واحد تربيع. نقدر ان احنا نفكه بيساوي نصف اتنين تربيع ناقص نصف واحد تربيع. والله هما بقى عملوا حاجة اسمها الكايينتك انرجي. كايينتك انرجي. ورمزولها بالرمز دي وقالك ان تي واحد او تي اتنين هتساوي النصف اتنين تربيع وان تي واحد تكون بتساوي نصف ام في واحد تربيع. يبقى انت عندك تي اتنين ناقص تي واحد هي تساوي اليو من واحد لغاية اتنين. يعني نقول برضو دلتا تي بيساوي يو من واحد لغاية اتنين. في ناس بتحب بتعمل قانون حلو جدا اللي هو اه اه ان احنا نودي تي واحد الناحية تاني بعكس الاشارة. واتبقى عبارة عن ان تي اتنين او الطاقة الحركية النهائية بتساوي الطاقة الحركية. الابتدائية زائد اللي انت محتاج تعمله عشان تمشي الجسم ده من النقطة دي للنقطة دي وتوصل لطاقة الحركة النهائية اللي انت عاوز توصل لها. الموضوع ده سهل وموضوع بسيط يعني ما فيهوش اي اه يعني تعقيدات ولكن القانون ده من ضمن القوانين المهمة اللي احنا نستخدمه بعدين اكتر.